السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في فيديو جديد لتكملة سلسلة شروحات هيكون تكملة لسلسلة شروحات التيمفايت اتمنى انه في الفيديو هذا اقدر اغطي كل التيمفايت كومبوزيشنز او التشكيلات اللي باقي المختلفة اللي ما غطيناها في الفيديو الاول ولو في شيء تاني ان شاء الله هنكمله فيديو بعد كده عامة اي مصطلح اقوله باللغة الانجليزية هحاول قد ما اقدر اني اشرحه بالعربي واذا ما شرحته هيكون شرحته في الفيديو السابق فارجوك اذا جيت نايزل على الفيديو هذا لازم ترجع للفيديو اللي قبله وتشوفه بعد انتجه على هذا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على التشكيلات المختلفة او اللي يسموه في الجيم اللي هي الكمبوزيشنز معناها تشكيلات الفرق مختلفة او ايش المتطلب من كل واحد في التشكيل ايش يسوي اه قلنا التانك اجلس قدام قلنا ال اي دي سي وال اي بي سي ال اي دي سي اللي هو الاتاك دامج كاري اللي هو اللي هو اللي لعب ميد والسابورت يجلسوا تقريبا في الخط الخلفي الخط الامام يجلسوا فيه تانكس طبعا هذا الستاندرد او الكمبوزيشن او التشكيلات مو الاساسية التشكيلة اللي دايما نشوفها اللي هو يكون فيه تانك في القيم ولا تانكين واحد سابورت واحد ميت دامج واحد بوت دامج وهذه التشكيلة دايما تشوفوها في اللو اكثر من الهاي الو وفي الهاي الو على حسب الميتا يعني احنا في ميتا ايش يعني ميتا يعني ايش احسن اه احسن اه احسن مرة او بي ومرة قويين فصار تلات اربع الناس تلعب تانك ميتا يعني تانكس وبكده صار تلات اربع الفرق فيها تانك كل تانكين طبعا اتكلمنا على انه لازم يجلس في الخلف ويستنى دور ويش وكيف الدور اللي استنى ويش التكسيم حق التيم فايت التلاتة الاكسام حق التيم فايت اللي هو بعدين اللي هو بعد ما يدخل بعد ما اول شيء يدخل التانك بعد يدخل لبعد التانك يسوي حاجة يسوي بعدين الدامج ديلرز يدخلوا ويضربوا الفرونت لاين وبعدين زي ما قلنا اللي 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 ما 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 يفتكر الكلام هذا يرجع الفيديو السابق ويشوف لانه في الفيديو هذا انا ما ابغى تكلم على الرول حق كل شخصية او كلي او حق المتطلب من كل واحد لا حتكلم على التيمات المختلفة او اشكال التيمات المختلفة او التشكيلات المختلفة وكيف تتلعب كل تشكيلها في تيم فايت هنبدأ بالتشكيل الاولى هذي زي ما احنا شايفينا هنا جبنا اتنين تانك او واحد تانك وجبنا سابورت اا يعني انججر ايش يعني انججر يعني سابورت ايبا يدخل ايبا يسيت ويوتلتي اي دي سي اللي هو يساعد التانكس انهم يوصلوا للباك لاين الباك لاين حق التيمة الانمي ووالله عندنا اساسن اساسن يعني الابلانك هي ميج اساسن لانه تقدر تسوي بيرس كده الواحد تفجره اي شخصية اساسن او قاتل زي النينجا كده اا في القيم يتقدر تكتو الواحد بوانشوت يسموها اساسن اا الميج لازم يسوي كومبو كامل الاساسن لازم يسوي كومبو كامل بس لازم يختفي وما يجي من قدامهم يجي من وراء وكل الحالات بايش اثنين فاصلاتي عن نبي بايش نيبان نسأل في الحالة هذي القروب هذا كتيم فايت التيم فايت المفروض في مرة سهل ومرة بسيطة الفورنت لاين حيدخل اول بكل بساطة بعد كده يعني هذول حيدخلوا وبعدين هذا حيدخل بعدين هذا حيدخل وهذا حيدخل هذول حجدسوا يضربوا التيم اللي قدامهم من بعيد من يوم ما يجي لهم فرصة انهم يروحوا على الباك لاين يحاولوا يكتلوا هذا الوضع الطبيعي له انه هو يندس يستنى يندس سواء هنا ولا يحاول يجي من هنا يستنى الشباب هذور يدخلوا التيم يدخلوا عليهم دخلوا عليهم التيم لما يدخلوا عليها التيم يروح يجي من الباك لاين ويكتل الادسي حقه مرة بسيطة مرة ستريت فورورد مرة إيزي 3-4 الكمبوزيشنز هتلاقوها بالطريقة هذه بالذات في برونز وسيلفر وغولد يعني 3-4 الناس كلهم يبلعبوا وهذا أحسن شي تسويه في اللقاء له هذا الكمبوزيشن مرة سهل يتلاعب به ما يبغى له كومبوزيشن كثير مو لازم تتكلم مع التيم وتقول لهم انت أطلع وانت أنزل وانت روح وانت تعالو وانت تيجي لا كلها اللي يحتاج تسويه تتجمع وتسويه تيمفايت وهذا أحسن كومبوزيشن لي تيمفايت سواء واحد تانك ولا تانكين طبعا تانكين حاليا أسهل يكون بروزر تانكي يعني شوية يسوي دامج وشوية تانكي والجنق اللي يكون مرة تانكي على أساس يكون فرونتلاين فسجواني الوضع الطبيعي حقها تدخل ويدخل بعدها جسمه رينكتون سجواني يدخل رينكتون يدخل وهذا شوفين واقفة سيفر دائما سيفر واقفة وراهم أبدا ما تتحرقوا داما أبدا سيفر ما تيجي هنا وتتضارب السيفر تبقى هنا الـ APC لما يكون أساسا بالطريقة هذه ممكن يجي من هنا وبرضو ممكن يجي من هنا على حسب يعني على حسب إيش التيم كومبوزيشن اللي قدامه وإيش التشكيل اللي قدامه ويقدر يجي من قدامهم زي كده يضرب ويمشي كان بها طبعا المفروض أنه ما يقدر يسوي زي كده لأنه تيم الصاحل اللي قدامه عارف أنه فيه ما في أحد منهم حيكون قريب حيكونوا خايفين عشان عارفين أنه فيه بس الوضع المزبوط لأي أساسين يكون متخبي هنا هنا استنى دوره استنى إليه ما التيم فايت تبدأ خمسة عشرة ثوانية أنا دائما نقول لكم إن شاء الله لما تلعبوا في تيم فايت وإنت أساسين أساسين لا تدخل في التيم فايت أول واحد إلا إذا كان فيه واحد منهم واحد منهم بره البوزيشن جال ADC حقهم زي الأهبل يمشي هنا كده الحال وما في أحد توب أنتف أمه لا تستنى بس إذا والله التيم فايت ما شكوي سنتو خمسة وهم خمسة أستنى دورك عد واحد اتنين افتكرني كده أقول عمر قال عد خلي التيم فايت بدأت هم يضربوا إنت ما سويت ولا شيء ما ضيعت ولا هتنقل عد واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة زي المجنون روح أدخل هاتي قد تكتل ADC حقهم بالذات بالذات إذا إنت في برونز سيلفر جولد ليش لأن الوضع الطبيعي في التيم فايت في الإيلو هادي كلهم يخشوا مش كده كل واحد يضرب كل حاجة عنده يضيعها كلها بس أستنوهم يخلصوا السي سي حقتهم كلها الدامج حقهم كله خش أن تفلك واحد لأن الـ ADC حقهم أنا أؤكد لك هيكون عندك هنا عشان كده مد عامة وطوب لهم تأثير مرة كبيرة على الجيم ومرة سهل يكرروا مو زي الـ ADC والسابورت في الميتا هذه أو في الباتشات هذه أو في السنة هذه اللي هو سيزن سبعة وسيزن ستة بكة تيمفايت عندنا هذا التيمفايت هذا الـ Composition يسموه الـ Engage Composition نفتكر الأسماء هذه يا شباب أنه الأسماء هذه أنا دائما أذكرها في ستريمي ودائما أذكرها في فيديوهاتي وباكم تتطير طبعا الـ Engage Composition له تفصيلات مختلفة هذا مرة بسيط طبعا فيه Engage غير كده الله يجربان اللي هما يسموه اللي هما يسموه الـ Deep Dive Engage اللي يقدروا يدخلوا تحت الـ Tower Engage فيه ما يقدر ندخلوا تحت الـ Tower Dive بالذات إذا كان ما هو مفيض او إحنا بتعتبر إنه لما بنلعب game إحنا واللي قدامنا متساوين في الأداء وفي الـ Gold خلينا إحنا مرة مفيضين أي واحد يقري سوي تيمدعه Tower Dive ما يقدر ندخلت تحت الـ Tower يكله 3 ضربات إيموتر لـ 4 ضربات بالذات إذا كانت في في مد game في نصة game مش في الأخير فاللي تبقى تسوي تخش على التيم اللي قدامك الـ ADC يضرب من بعيد واقف فراهم الشي اسمه الشغلته يسوي يعني يوقف قدامه لتنين هذولا لو أي أحد من التيمة الثانية جاي يضفهم يبعدهم التانكس برضو نفس الشي بعد ما يضربوا يرجوا يسيروا بعدوا عن الدامج دير يسوي لهم وزي ما قلنا الأساسين طريقتين يأي يجي من من الأجناب يتكون متخبي يستنى دوره إليما يلاقي opening أو فتحة يجي منها يخش ويديهم ضربة على وجههم أو والله زي يخش من وسط التيم لأنه ما يحتاج ضي وقته الـ ADC أو التيم اللي قدامه أو التيم ويقوم يدخل عليهم يضربهم يكترهم على الطول فهذا أول تيم composition أبغى تكلم عنه أو أول تشكيلة زي ما قلنا يشبه composition تشكيلة خلاص هندكر كلمة composition منها الهين رايح أوكي التييم اللي بعده التييم اللي بعده اللي هو نسميه split push composition ايش يعني split push composition split push كلمة split push معناها بنرسل واحد أبعا مش عرض واحد واحد أو اثنين للطرف يدف الخطوط الجانبية وإحنا واحد أربعة في split push تشكيلة واحد ثلاثة واحد هنتكلم عليهم برضو بعدين فأخترت شين بالذات لأنه شين من أحسن اللي ممكن يسوي split push أوكي شين يوقف يدف اللين فوق هدولة بنفس الطريقة عندنا وعندنا شانا دائما ضروري ضروري يكون في عندك شخصية أو شخصيتين أو ثلاثة أو كلهم الأربعة عندهم القدرة إنهما يسووا انه يخرجوا من يشردوا من يعني هما التيما اللي قدامنا عندنا عندهم الفايت وشافوا شي طبيعي من يوم ما حشيفوا حيكونوا هما خمسة هنا مثلا لو كانوا الخمسة كلهم موجودين هنا خمسة ايش حيسووا حيقوموا يدخلوا يكفشونا قبل ما يجي قبل ما ينزل بالالتي حقته ولا قبل ما ينزل بالتب فضروري انه التيم هذا عنده خاصية اللي هي انه يشرد يطلع من التيم فايت وبعدين مرة تانية نستنى الاينمي يدخل علينا نرجع على ورا كلنا سواء بالالتي حق جانا او بالول حقتها او بالالتي حق اش اسمه او بالميازمة في الارض حق كاسيو بيع وتخليهم نرجع وش اسمه وبعدين مرة تانية طبعا لو ضيعوا كل الابليتيز حقتهم كويس نقدر نرجع مرة تانية وشن ايجي مرة تانية لو ما ضيعوا شن بيقدم بوصل لين هنا وهدولا احنا ننزل تحت التاور وندفدف نساعد نسوي ويف كلير طبعا ضروري في يكون عندك اللي هو يقدر يردكم كلكم على ورا ويكون عندك ويف كليرر قدم يقدر يشيل ويف مرة بسرعة ان كان هنا كاسيو بيا ولا جنكس ولا سيفر ولا ولا كيت ولا ولا اي شامبين مدلقس اللي هم ما يقدر ينفض بسرعة ليش لانه هدولا حيسوو سيتش التيمة التانية حيوقفوا هنا حولكم بس ما حيقدروا يشيرو التاور يعني انت هنا كلكم تحت التاور واكفين تحت التاور وهدولا بيحاولوا يدفوا وما يقدروا يدفوا ليش لانه اي مرة يقدروا يجي يدفوا فيها انتو قابل. أشياء الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يتعاملوا فيه معاكم إنه يرسلوا لكم واحد فوق يسيروا أربعة هنا وانتوا أربعة واحد فوق. ولو هما أربعة وانتوا أربعة انتوا عندكم الإمكانية إنه تضاربوا معهم. لماذا نبغى إنه نخليهم يرسلوا واحد فوق? نبغاهم يرسلوا واحد فوق لأن من يوم ما يرسلوا واحد فوق نشوفوا. إحنا نقوم نسوي ونخلي شن يجينا بلت. فسير إحنا نسوي خمسة ضد أربعة. لو هم عندهم TP احنا عارفين ان هو برضو ممكن يجيب TP بس لا تنسوا نشين عنده ينزل قبل التاني TP وبعدين يرجع تاني على فوق TP وسوي split push فالفكرة من split push انه نبغى نوزع التيم حقهم ما نبغاهم كلهم في مكان واحد وهذا مو معنى لما انت تكون split push لا تروح تضيع وقت كل شوية تجلس تضارب على الفاضي تسوي مضاربات في أي وقت لا أستنى الى ما تشوف الاعدمي فوق طبعا واحدة غلطة تتكرر أشوفها في split push teams مرة كثيرة يغلطوا فيها ألاقي واحد بالذات في البرونز ولا في اللويل ولا في الهذا ايش يسوي split push واصل الين المريخ واصل الين هنا طال عمره والteam حقه هنا لسه هذه خطأ كبير متعاول هذا ايش معناه هذا يقدروا يجي يقتلوه قبل ما تيم يجي يساعدوه ما نبغى نسويه كده واللي نبغى نسويه واللي ضروري نحسب حسابه split push بحقولها ثلاثة مرات split push لازم يكون في نفس الخط اللي التيم حقه موجود عليه ايش يعني الخط يعني خلينا نقسم الماب لخطوط هذا الخط هذا الخط هذا الخط هذا الخط فهكذا انت هنا التيم حقك لازم يكون هنا بارلل متوازي انت هنا التيم حقك لازم يكونوا هنا طبعا الخطوط هذه ما هي يعني ما هي 100% صحيح وانت وصلت هنا يا سبلت بوشر يا عظيم لازم عندك وارد هنا وارد هنا لو ما عندك الواردات هذه لا اشوفك سوي سبلت بوش يا تيم روحوا يسوي حاجة الحقوني فينكم جوك الانمي تيم من هنا ودخلوا عليك وقتلوك والانمي حقك والتيم حقك ما قدر يسوي حاجة لا شفت الناس وهم مجيين ولا قدرت يسوي حاجة وانقتلت على الفاضي من دون اي فائدة ليش عشانك والله ايجوستيك نارسوسيست اندفيدجول ما يهمك الا انت ايش سويت لازم تحسب حساب انه اذا انت بتسوي سبلت بوش في السايتز ممكن الناس يجوك من الاطراف الناس يجوك من الاطراف انت لازم تكون مغطي الاطراف زي الناس ولا وادم فتكلمنا في فيديو الوردات قبل كده على كيف تورد لما تكون في موقع محدد لازم تورد الموقع حقتك انت هنا لازم انت مورد الصلاة عن النبي فل هنا وهنا او هنا طبعا مو بس انت انت والتيم حقك انت وصلت هنا نفس الشي والتيم حقك كله جاي لين هنا انتو لازم ضروري موردين السايتز اللي هي هذي هذي وهذي او هذي وتبغى وارد متأخرة هنا تحاول عشان هنا في بابة شباب لا ننسى اوكي انت وصلت هتبغى توصل قدام شوية هكذا فدائما دائما دائما نمشي في الخطوط المتوازية ليش الخطوط المتوازية هذه عشان ما يقدر الانميتيم التاني انه هو ياخد اكشن يعني اذا يوصل هنا ولا يوصل هنا ياخده نفس الوقت ما فيه تايم او فيه وقت انتو يعني تسوي حاجة او تسوي او ترجع وترد عليهم فهمين يا شباب فهذا الفكرة منه انه فرق تسود نبغى نفرق التيمة التاني وبعدين نتجمع بالذات لو التيمة التاني ضيعوا التي بي حقتهم يعني انت عارف انه التوب حقهم ما عنده تي بي وانت عندك تي بي هذه المفروض على طول التريجرز اهيوج ادفانتج اهيوج يعني تعطيك في اعتبارك انه انت عندك ادفانتج مو طبيعيش يعني ادفانتج يعني ميزة على الانميتيم انت عندك تي بي هو ما عنده ما يفرق شن شن ولا غيره يعني شن عشان عنده الالتي لو ما في شن مثلا تلعب شامبيان تاني وعنده تي بي والادمي اللي قدامك ما عنده تي بي انت تطلع فوق من يوم ما يجي قدامك فوق الادمي انت شايفه هنا سوي تي بي مع التيم حقك انت تشيروا خمسة ضد اربعة تشيلوهم عبل ما يجي هذا قد انتوا سويتوا حاجة وقتلتهم هذه واحدة طريقة انه انت تختلص منهم طبعا في split push compositions مختلفين طريقة تانية حنتكلم عنهم برضو زي ما قد فالشيء التاني ضروري لما يكون في واحد هذا موجود فوق انتوا ما تنكفشوا تنقتلو لو انكفشتوا سويتوا team fight بالغلط وهو هنا ما يقدر يساعدكم ولا ضيعت وقته على الفاضي هذا غلطة المجموعة اللي هنا المجموعة اللي هنا لازم تلعب كفرقة متناسقة ترجع مع بعض وتقدم مع بعض ما ينكفشوا ما يغلطوا ما واحد يطلع بره لو واحد منهم ما انكفش مات هذا البقية يرجعوا عشان لا يخسروا وهذا يكمل دفدفة عشان يعني الانمي team ما يخش ما يخش يشيل يعني يكمل دفدفة إليه نشوف أرسل واحد يقوم يرجع الفكرة في ال split push انه انت ما تموت يعني الدف بطريقة انه انت ما تنكفش فيها وتموت كل شوية لانه كل مرة تنكفش فيها تموت تأخرك التيم التاني هيقدر ياخد objective وال split pusher عليه pressure عليه ضرورة لازم يسوي TP في الوقت السليم لازم يجي في الوقت البدري لو ما عنده TP ما يطلع اللين فوق ما عندك TP ما انت split pusher ما تقل تطلع مرة ثانية فإيش الفائدة انك انت والله طالق اللي تسوي split push والTP حقتك لسه CD باقي لها ثلاثة دقائق هذا معناها لو هم جو وبالذات لو هم عندهم TP يعني فكروا في النظرية بالعكسي شباب التيم اللي قدامك الانمي حقك عنده TP انت ما عندك لو طلعت زي الاهبة الفوق يعني هو سوى push هنا ويباقي انت تطلع له انت طلعت له من يوم ما شافك زوى TP المفروض الانمي التيم حقك عارف انه ما عندك TP لازم يجلس يلعب مرة safe يلعب في التور بالذات لو ارسلوك فوق ولا تحت خلاص ارسلوك فوق شباب ما عندي TP لو سمحت يعرفوا انه ما في TP وطبعا الغباء وارد والاغبياء موجودين يعني ويش ما حتسوي ما حيفرق فهذه فكرة من الافكار لازم تحطوها في بالكم ال ال split push التاني اللي هم يسموه 131 زي ما قلت لكم split push عندنا نوعين 1-4 وعندنا 1-3-1 طبعا صحيح انه 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 رايز مثلا عنده TP في الحالة هذه واحتمال كبير والله زد ما عنده TP ليش زد ممكن ننزله تحت او فيكتور ممكن ننزله تحت او نرمي في لين لحاله دايما 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 لازم نحط في اعتباركم التلاتة هدولة اللي تحت برضو عندهم خاصية disengage disengage ايش يقولنا يا شباب يعني يقدروا يشردوا من التيم لو انكفشوا ما ينكفشوا لانه هدولة شافوا تلاتة وهنا قدامهم خمسة الخمسة يقدروا كفشوهم يكتلوهم فنبغى disengage نضف يعني يفك الالتي حقاته ويدفهم والتاني هذا يفك الالتي حقاته ويدفهم ونبغى wave clear نبغى احد يقدر يشيل waves لو جالس تلعب بزريل ولا جالس تلعب لي بلوسيان ولا جالس تلعب لي بهذا ما عندك wave clear ما تكرر تشيل أو لو بتلعب لوسيان لازم مثلا تشتري يصير بدل ما تشتري الفانتوم دانسر عشان تشتري الميزة في هذا نفس الشي برضو فرق تسود بس على حجم اكبر هناك كان فيه هذول ما هم تانك هذا ما هو تانك وهذا ما هو تانك بس هذا يقدر اكتر واحد ضد اثنين وهذا يقدر اكتر واحد ضد اثنين أو اقل لها يقدر اكتر واحد ضد واحد هذا اقل لها يقدر اكتر واحد ضد واحد فلازم يرسلوله واحد فوق ولازم يرسلوله واحد ولو ارسلوا اثنين ساروا اثنين ضد واحد ممتاز هذول التلاتة يقدر يقدموا وهذا يقدر يشيل فوق لازم الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يردوا عليكم فيها انه يرسلوا واحد فوق واحد تحت ثلاثة في المت واذا هم الكمبزيشن حقهم او التشكيل حقهم ما تسمح انهم يسوي واحد ثلاثة واحد انتهينا ولو عندهم واحد خسران زد يقدر يقتلوا في اي وقت والتاني يقدر يقتلوا في اي وقت التشكيلة هذي ما هي سهلة تشكيلاتها الصعبة يا شباب كلا هذي يبغى لها كمية كوردنيشن يش يعني كوردنيشن يعني تنسيق بين اللاعبين مو طبيعي عشان كده مرة صعب تشوفها في مرة صعب تشوفها في برونز وسيلفر وحتى في وحتى يعني حتى بلات هاي بلات تبدأ تشوفه فضروري برضو نفس الخطوط الخطوط المتوازية يا شباب هادول هذا ما يمشي هنا هذا يمشي هنا لازم هادول هنا ما يكون كل واحد لحاله ما يكون كل واحد في طريق مختلف نبواهم كلهم قريبين من بعد نحاول قد ما نقدر طبعا ممكن هذا يقدم شوية شفناهم ارسلوا اتنين على طول احنا نسوي حاجة اسمها هادولا الثلاثة شايفينوا انه عنده اتنين هنا يقوموا يطلعوا بسرعة على التور هذا يشيلوا برضو خاصية او استراتيجية فرق تسود فرق التيم روح اكشع تورات اوكي طبعا زد عشان عنده وعشان عنده امكانية انه يشرت بسرعة يقوم يرجع احنا شلنا تور هذا بعد انه قوم نرجع وهذا الفكرة الفكرة انه تخطف قد ما تقدر اخطف قد ما تقدر في اي وقت تقدر فيه اوكي نفس الفكرة ايش ايش الفكرة في الكمبزيشن هذا الفكرة في الكمبزيشن هذا انه عندهم يقدروا يساو يقدروا يساو وان في وان زي الناس الوادم ترسلهم في وتخلي في المد لين وتخلي على اساس ما ينكفشوا ما ينقتلوا لان لو التلات هدول انقتلوا ان المد حيرجع هدول هتطروا يساو على طول فلازم يلعبوها سيف لازم يلعبوها مرة كويس لازم ما ينصادوا لازم يكون عندهم وارد زي الناس الوادم والتيمة التانية قدامهم عارفين يعني التيمة التانية عشان يفك المشكلة هذه لازم يساوي واحدة من اثنين يا انهم يرسلوا واحد هنا يرسلوا يعني واحد موازي يقدر يوقف زد هنا ويرسلوا واحد موازي يقدر يوقف رايز هنا لو ما عندهم شخصيات يقدر يوقفهم واحد واحد خسروا القيم فإيش لازم يسويه؟ لازم يتجمعه خمسة هنا وبسرعة يحاولوا يدفوا فسليت بوش كيف تغلبه؟ او ادف انجاج تروح تخوش على هدوان وتكفوشهم تيلة تاور تيلة تاور هدوان هدوان هتضروا يرجعوا لو ما رجعوا بيس ريس انتو هتفوزوا وانتو خمسة بتشيلوا تاورات هو واحد بيشيل تاور وواحد بيشيل تاور فضروري لازم يرجعوا فدائما عندك طريقتين تتعامل مع الكلام هذا يا إنه تجري توقف الأشخاص اللي ماشيين في الأطراف واحد واحد يا إنك تمسك لك واحد من الناس اللي موجودين يا إنك تروحوا خمسة بسرعة وتحاولوا تشيلوا التيم فهذه كلها هاي اللي ستراتيجيز بيري سيمبل صراحة سهلة ما هي صعبة تطبيقها مرة سهل يعني ما يبغى لها عقل صراحة يفكر عشان يطالع إنه والله هذي ممكن تسويها ما خط 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 ما أدري إيش أقول لكم إن شاء الله أتفاجأ صراحة لما نشوفه عالم بالزات في الهايريرو ما يعرف يرد على سبلت بوش وما يعرف يرسل الشخصية اللي لازم يرسلها دايما أنا أقول لكم أنا لما نشوفوني ألعب في الستريم أنا ألعب ADC ألعب ADC أنا مثلا هنا قدامه وزد جاي هنا أنا ADC في النص ما حاروح أرسل إلى ADC حقي وزد قدامي زد حيشخلني ويشيلني ويشيل التور ببلاش والتيم حقي حيخسر المفروض يرسله واحد يقدر يتعامل معه يقدر حتى لو ما يقدر يقتلوا يقدر يبطلوا ما يموت منه فاهمين يا شباب فهذه لازم تتعلموا كيف تلعبوا قدامه وتتعلموا ترسلوا في الطرف قدام الشامبيون يعني الشخصية المناسبة من التيم حقك وإذا الشخصية وإذا التيم اللي معك ما بيسمع الكلام أمسك فيهم وقل لهم حاول نسوي تيم فايت فخلينا إيش ندفوا نسوي حاجة في المقابل زي ما قلنا يا شباب لما هذا يتقدم ولما هذا يتقدم لازم الوردات حقتهم موجودة إذا ما في الوردات حقتهم زي الناس ولا وادم ما يتقدم ما تبغى ينكفش لازم نكون شايفين التيم كله لازم نشوفهم كلهم فين موجودين لازم نكون عارفين بالذات لأنه سهل واحد فيه كده يصير عليه كلابس إيش يعني كلابس يعني يدخلوا عليه ثلاثة أو الأربع يقتلوا بسرعة ويمشوا ومرة سهل ثلاثة أو أربع يدخلوا على واحد يقتلوا مرة بسرعة ويمشوا وإحنا ما سوينا شي فلو منتم ماشيين في نفس الخطة الموازي ولو منتم حطين واردز الاستراتيجية هذه حتفشل فشل ذريع أوكي ما لها أي معنى ما لها أي فائدة حتضيع فيها وقت فأحصل لكم تتجمعوا وتمشوا وأحيانا في تيمز أشوف يعني مثلا فيه الكمبسيشين هذا فيه والله رايز معايا وفيه زد بس حمير ما أعرف يسوي سبلت بوش تعال يا بابا تعال يا حبيبي الله خليك أجلس معايا تيمفايت تعال هنا لا أشوفك تطلع هناك أو نرسل واحد عنده تي بي بس نرجع واحد أربعة ونخلي زد إلعب أساسا هذا يكون قدام إحنا نكون وراء هذا يدخل يسوي هذا يستنى دوره زي ما قلت لك عند إلين خمسة ولا إلين عشرة ولا إلين هذا إلين يشتنى يشوف لهم ما جايين يقوم نرجع على وراء بسرعة أوكي نرجع على وراء بسرعة إلين ما يا رايز يسيل التورات ببلاش أفتكرو يا شباب ترقيم مو على الكيلز نبغى رايز يشيل التورات هذه الفكرة في الاستراتيجية هذه نبغى الآدمي هذا يشيل تور اثنين تلاتة كل تور يدينا 800 جولد التيم كله جولد ببلاش من دون ما أسوي لحاجة فأنت ممكن توقف هنا ما أسوي لشي بس خوفهم أديهم شيل تور ألمسوا 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 هذا قام يدف حيورطوا هم لازم يأخذوا قرار ندخل ولا نرسل واحد دخلوا أرجع على وراء وخلي هذا يكمل شوي ما تموتوا ما أرسلوا واحد كملوا زي ما أنتوا صرتوا أربعة ضد أربعة الوضع سهل و بسيط أوكي شباب فالوضع العام حبتين في عندنا الكومبزيشن الثالث وهذا الكومبزيشن يعني السيزن هذا كله ما شفته وأظن حتى السيزن اللي فات ما شفته يعني ما شفناه في سيزن ستة إلا في فقت قديمة كان مرة مشهور في سيزن خمسة في بداية سيزن ستة وفي نهاية سيزن ستة جات في فترة هذا يسموه البوك كومبزيشن إيش البوك كومبزيشن الشامبينز اللي يضربوا من بعيد أوكي نفس الفكرة سواء طبعا مو لازم سبيت بوش هذولة خمسة لو تلاحظوا أخترت جيز ليش عشان عنده الـ gate والـ cue حقاته اللي تضرب في آخر الدنيا نيدلي عشان تقر تضرب براس بيرس حقاتها في آخر الدنيا سندرا لأنه تقر تسوي دف وتسوي هذا جانا عشان برضو عندها تفك الألتي تباعدهم ولو أي أحد جاي يدخل عليهم تقر دفهم بعيد إز نفس الطريقة بوك فهذولة كومبزيشن إيش شغلتهم في الحياة؟ هذولة يجلسوا أضرب أرجع أضرب أرجع أضرب 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 إلينا الأوادي من اللي قدامك إنقص هلثهم نصير هلثهم مرة ناقص بعدين نخش عليهم لو حاول يدخل علينا نرجع على وراء طبعا هذا يعني أصعب تيم كومبزيشن يتلعب لأنه يبغالوا كوردنيشن وتنسيق مو طبيعي ولا واحد ينكفش أي واحد منهم انكفش أنتهوا هذا كومبزيشن كيف تفوز عليه تجيب تيم كامل كله جيب مفاغيل كده يدخلوا يطيروا ألف يوصلوا لين فيهم سريعين مرة يدخلوا في وسطهم يفجرهم واحد واحد هذا تيم كومبزيشن أي سأل لو انكفش أي واحد منهم يموت لأنهم مرة سكوشي تغلتهم يضربوا من بعيد ينقصوا هلثك لين ينقصوا وبعدين انت دخلت عليهم يرجع على ورا ويدربوك ويسولك كايت ويترجع تدخل عليهم يضربوك ويسولك كايت وهكذا لين ما ينقصوا هلثك لدرجة لدرجة أنهم والله يعرفوا خلاص أنهم يطمنوا يقدر يدخل عليك ويقتلوك أوكي ف هذا ما حتشوفه في لويله أنا متأكد مية في المية مستحيل وحتى لو شفتوه في لويله مستحيل يطبقوا استراتيجية حقته لأنه من أصعب استراتيجيات في القيام ما هي صعبة كصعب تطبيق انت كشامبيون تعرف تلعب على الشامبيون بس كسنرجي كالأشخاص مع بعض يعرفوا متى يضربوا ويعرفوا متى يخشوا يعرفوا أنهم ما يسووا تيم فايت ما في في البرونز كل أنا عارفين كل اللي يسووا الناس يضاربوا تيم فايت كل اللي يسوينه يضاربوا تيم فايت وزي ما انتم ملاحظين التيم كله سكوشي ما في تانكس ما ينفع تانكس تبغى دامج ديلرز يضربوا 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 يخففوا وبعدين يخشوا لما يقدروا طبعا التيم كومبزيشين هذا ينفع برضو في سبيت بوش أوكي ترسل واحد جاي جايز فوق لأنه جايز بروزر ممكن يقدر يتضرب مع أي واحد بس هذولا لازم يسووا بوك 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 ما ينكفشوا ويسووا سيج أحلى ميزة في التيم هذا الخاصية حقه التيم هذا إنه يقدروا يسوي سيج إيش يعني كلمة سيج عيال السيج يقدروا يسوي حصار لأنه الرينج حقهم مرة بعيد يقدر يضربوا مبايد 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 عند التاور إلين ما العالم اللي هنا ينضربوا يتعوروا يضطروا يرجعوا يسووا هيل يقدر يشيلوا التاور أوكي فالكمبزيشنز هذي حلقتها في السيج كيبابليتيز أو في التمكنهم من من فكرة الحصار على على أبجيكتف يشيل الأبجيكتف يضربوا الناس هناك يخفف الهلت حقهم وبعدين أي واحد منهم يرجع يقدروا يخشوا ويشيلوا التاور وفي نفس الشي ممكن تلعبوا بزي ما قلت لكم كده سبلت بوش إنه والله الشخصية هذه عندها تي بي لو يحتاج يجي يجي تي بي من وراهم الفكرة الثانية في التي بي بالسبليت بوش أبارجع لحاجة في كده شوية ضرورية إنه والله إنت كسبلت بوشر أو كتيم سبلت بوش ممكن التي بي حق الآدمي اللي يلعب معك يجيبوا يعني ممكن يا هذا رايز يقول لكم أنتم هنا مع بعض وجلسين تسووا تيم فايت رايز قام سوى تي بي هنا جنبكم ودخل على تيم فايت على طول طبعا هذا طريقة لو كان كنن ولا رايز ولا هذا إنتم المفروض دائما كسبليت بوشر يكون عندكم وردات وراء الأنمي تيم وردات موجودة بطريقة يعني هنا إنه والله الآدمي هذا يقدر يسوي تي بي وفلانك إيش يعني فلانك يعني يجي من وراء الخصم أو يجي من طرف الخصم فنبغى بزات رايز رايز يقدر يجي من هنا ما حد يشوفه بعدين يجي من وراء الـ ADC ينتف أهله مزبوط أنتهى الجيم فتسوي لهم زي السندويتشي شباب دائما 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 على حسب الطيب حق السلطة شب شان ما ينفع يسوي كده شان تبغى ينزل فوق واحد يسوي له يسوي الشيلد حقه بعدين يدخل في وسط التيم كنن زي رايز نبغى يجي من وراء بوبي زي رايز نبغى هتيجي من وراء كل البروزر تانك اللي يقدر يروحه على الباك لاين أو على اللاين الخلفي ويفجره يقدر يسوي الكلام هذا الـ 1-3-1 ما تنفع لفتسينجج كومبزيشن وتقريبا يكون فيه تانك عنده الـ 1-3-1 ما تنفع مع تيم زي هذا لأنه ما عندهم ويفكلير إلا الميد لينر والميد لينر يتحتاجه في الميد لين عشان يسوي ويفكلير ما ينفع ترسل والله إزريل بوت لين وانت شايف انه والله وممكن هما رسلين واحد يقتلوا غلط تاني برضو دائما نشوفه في التيمز الغريبة هذي في ناس يكونوا يرسلوه للـ ADC تحت مثلا عشان يسوي ويفكلير وبارون موجود غلطة مرة كبيرة يكون عندك الـ objective هذي والـ objective هذي وارسلت الـ ADC في الـ objective العكس من أسهل البارونز اللي ممكن تاخدها في القيم لما يكون التييم حقق كذا شايفينكم 300 وشافوا كيت وصلت هنا التييم على طول جيري حيروح على بارون أو يروح يقتل هذا بعد أنه يروح ياخد بارون ببلاش أنه عارفين كيت ما هتوصل طبعا أو تكون كيت هنا موجودة انتبهوا من الشغلات هذه والعكس صحيح كيت الـ ADC هصلتوا بعيد الآن الشخصية اللي ما عندها TP اللي ما تقرد تسوي answer أرسلتوها بالعكس ما هتقرد تسوي شيء ولا هتقرد تستفيد منها وحيروح عليك الـ الـ طبعا بالذات إذا ما أنتم حطين وارد كمان فضروري ضروري ضروري الـ ADC أنا ما بقول كلام هذا شاب عشان أنا بقول كلام هذا عشان أباكم تفهموا عشان تفهموا ليش القرارات هذه بتتاخد ما بنا أخد استعباط لما نقول للشباب يا شباب لا أنا ما ينفع أنزل تحت أرسلوا واحد تاني بدأ لي عنده TP أنا تشوفوني أوجه التيم يا شباب TP أنزل تحت في بارون هناك مو شغلة ولا شغلة ولا شغلة أنا بأذي ولا أنا شغلة أنا ما أبغى ما ينفع أنا نزل تحت بارون راح لازم الـ ADC يبقى هنا لازم الطب يروح هنا والباقي عاد على حزب نرسل واحد يشيل ويرجع بسرعة وعنده ويف كلير سريع بس يكون موردين ممكن الـ ADC ترسل بس يكون مورد وشايف هم فين ما أنت شايف هم فين ما ترسل ADC تحت حتى لو فيه مينيون ويف كتيرة هنا حتشيل التور يعني تجي تشيل هادي أصلا الفكرة التيم الصاحي الصاحي هيسوي سلو بوش للمينيون ويف إيش يعني سلو بوش في عنده فيديو يا شباب المينيون ويف ما رجمت اللي ما شاف ويروح يشوف وحيفها مش على سلو هيضف المينيون ويف هيجمع لك مينيون ويف كبيرة هنا كبيرة هنا ويخليها تطلع حيجيك هنا ثلاثة أربعة مينيون ويف طب بدا تتطور هذا مو في واصل هنا وحتلاقي ويف كبيرة تقول جولد أنا بي ما حادي أخد جولد حقي أنا ADC إنك ADC متخلف من يوم ما حتنزل هنا هم حيروحوا يشيلوا بارن أوكي فالشغلات هذه لازم نبدأ نسحالها لازم نبدأ نفكر مو على مستوى نظرنا المتخلف اللي هو نازل على تحت كده تطالع في بطنك وفي الكرشة فين حقتك ممدودة هذا حد نظرك لا حبيب حد نظرك الماب كله لازم تطالع في المينيماب لازم تفكر لو أنا نزل تحت هيقدر يشيلوا بارن ياس ما ينفع نزل تحت أرسل واحد تاني يقدر يشيله أرسل واحد عنده تي بي بارن هيجي بعد دقيقة يا شباب لاحد يسوي تيم فايت لو سويت تيم فايت وموتنا بارن راح لاحد ينزل لا ترسلوا آدمي تحت ما يقدر يوقف قدام واحد شايف يا أسوأ تحت أرسل الـ ADC نرسل واحد يقدر يوقفه يا شباب ما أقدر أوقفه سيبه يقول أشروني ليه ما نزلت أنزل أموت أنزل حد دينه كل زيادة وحيشيل التورة علي وحيشيل التورة تاني بعد فأرجوكم يا شباب أرجوكم نبدأ نفكر نشغل مخنا الجيم هذا إبداع أنا ليش أعشاق الجيم هذا لأنه إبداع لأنه مو بس تمسك وتلعب وتجري وتتضارب وتجري وراء خلق الله وتقتلهم لا فكر شغل مخ شغل دماغ شغل حركة وكلها خمسة أشخاص في خمسة أشخاص أنا ما أدري لو لعبت جيم ستراتيجي جيش كامل إيش حتسوه يعني يمكن يمكن الميزة يعني اللي أنا موجودة عندي إنه والله لعبت ستراتيجي جيمز كثير لعبت جيمز يوش كثير فمتعود على الحركة وتعود تطالع يمين وتعود فوق وتسوي وتشوف هدك إيش بيسوي وتشوف هذا إيش بيسوي وتقرر قرارات واضحة هذه الشغلات حتتعلموهم على الوقت أعطيها وقت يا شباب خليها كده تدخل في صلبك وركز عليها وانتبه له طبعا أول شيء تركز فيه في الجيم زي ما أنا قلت لكم الله خليكم على إمكانياتك الشخصية كيف تسوي كيف تتحرق كيف تسوي كيف كيف تساعد loves متى تكون في المكان الصحيح في الوقت الصحيح وبعدين تبدأ تفكر في الماكرو الحركة العامة متى patience متى الاجتمع متى انزل تحت متى اروح متى اطلع فوق اروح للمد وأقول اروح للمد وقول المد حق انزل تحت يا كلب ماينزل تحت انزل تحت يا كلب ماينزل تحت بالذات Z Z من أه احسن الشامبيونات اللي ممكن يسوي سبلت بوش يا هيا. ليش? انه يقدر يكثر اتنين او ثلاثة لحاله. نبغى يروح في السايت. نبغى التيم التاني يرسله اتنين. ما حد يقدر يوقفه. بالذات في الميد جيم. فنرسله تحت. فينا الزيت. رسلولي يا تحت يا زيت. يا زيت تقفى. انا روح. ما ابغى اشوفك يا اخي هنا في الميد. بالذات. اي زيت. اجلس لي طول الجيم يرقود لي هنا في الميد. اجلس يفرم. روح فرم في السايد لينز. وروح اكتول فيهم ببلاش. فالله اخليك. بالذات اذا كان في عندك تانك او اي دي سي عنده ويف كلير. لو ما عندك اي دي سي. لو ما في اي دي سي عنده ويف كلير. انا معك. اجلس في الميد. للأسف ما في ح guarantee يقدر يحمل الميد. بس لو عندك اي دي سي يولو وايف كلير. يا خنزل هنا. وخلي هذا هنا. والعبوا سيف. هذا يسوي كلير. ارسل واحد هنا. انت قتلته. انتهى الجيم هذا يقدر يسوي بوش. هذا ي clouds يدع يسوي بوش. هذول يلعبوا سيف. يضفوا بشتورك. بشويش بشويش بشويش. هنا فيه ثلاثة قدامهم. هيضطروا يرسلوا واحد فوق ولا تحت عشان يوقف. ولا يرسلو لك اتنين. هذا يدف هذا يدف. انتهى القيم. اوكي يا شباب? ام عامة طراحة ما يعني ما ما يحضرني شيء ثاني على غير هدول. يعني زي ما قلنا الفيديو السابق تكلمنا على حقة كل شخص في التيم. وفي الفيديو هذا ام تكلمنا على مختلفة او تشكيلات مختلفة وكيف اداءها او كيف تطبيقها. طبعا ام للأسف ما عندي فيديوهات لبليج صارت اقدر اشرح لكم فيها. وانا دايما نتوجهي في الفيديوهات حقتي اعلمكم النظريات. ام تنظيري اكثر من انها تطبيقية. فالتنظير هذا نقدر نطبقه على قيمز. ان شاء الله في المستقبل احاول اي نظرية انا نزلتها في فيديو. ننزل على النظرية هذه فيديو. انا جالسة جالسين بنجمع فوتج سواء احنا سويناه ولا ال سي اس ولا اي احد. وبعدين نحطها نقول والله هيا شوف. هذا نظرية سبلت بوش وان فور. هذا نظرية سبلت بوش وان وان تري وان. هذا اه ديس انجيج تيم هذا. فل انجيج تيم هذا. ام الصلاة على النبي اللي هو بوك تيم. بوك كومبوزيشن. وديس انجيج كومبوزيشن. وان شاء الله يصير توصل المعلومة. وفي كل الحالات انا في الستريم دايما اتكلم الكلام هذا. واشرح الكلام هذا. ولما بيصير بقول لكم ايش بيصير يعني. فان شاء الله نغطي. يسرتي هنا تغطوا النظرية وهناك تغطوا الوعجة. وبكده يا شباب. اظن اه غطينا التيم فايتس. ما اظن حيكون يحتاج فيه اي فيديو بعده عن التيم فايتس. الا ده فيه شي تاني زيادة انا نقصته. ان شاء الله يصير اضيفه فيديو ثالث مختلف. ولا تنسونا يا شباب. لايك سبسكرايب. اشتركوا في القناة. متحمل وشير. لا تنسوا السريم اليومي. اللي موجود في تويتش وفي يوتيوب. والله عاتكم السحر وعافية. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم على خير. هذا ختم الجودة يعني. الله يعطيكم السحر. اشتركوا في القناة